السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المضروبة في 1280x720 المضروبة في 1280x1080 المضروبة في 1280x1080 رح نتعلم سفواء الحين هذا البرنامج كنصازيا رح نجيب المقطع فيديو هذا المقطع الفيديو اللي سويته هنا طبعا سوي شرحة صورت الشاشة حكي الكمبيوتر وبشوف اسحبه هنا طبعا مقاس الفيديو هذا هو مقاس الفيديو اللي موجود عندي نفس المقاس حكي تصوير الشاشة أنا شرحت في المقطع السابق كيف تحفظ المقطع الفيديو على جودة عندك في الجهاز طبعا هذا هو الفيديو اللي جيبناه الحين نضغط على هادي ثم نضغط هنا ثم نضغط على كسم production setting ثم نضغط على التالي طبعا نخليه على ال API ورد خليه على ال API إذا ضغطت على ال MP4 ما رح تحفظ معك بالجودة اللي نضغطها الحين نضغط ثم نقوله التالي طبعا هادي تخله زي ما هي أتما تيك عادي ماشي مشكلة فيما التالي هذه هي النقطة اللي راح نغير فيها الصيغة طبعا كل ما غيرت كل ما كبرت كل ما غيرت المقاسات كل ما كبر معك المقطع الفيديو طبعا هذا شرح بس اللي هو يبغى يرفع المقاس الفيديو على اليوتيوب أما إذا تبغى ترسل لحد ما يحتاجي أنك تعدل عادة المنطقة طبعا نجيب المقاسات هذي هو المقاسات حكي اللي الفور كي طبعا الـ 8 كي هذا هو اللي حق التلفزيون طبعا ما راح نحتاجه لأنه نستغني عنه لأنه ثقيل مرة وراح يتأخر ويأخذ حجم أكبر فاحنا لننظاهله اللي هو الفور كي اللي هي 3840 راح نكتب هنا 3840 في 2160 حفظ مقاسات تابعي المقاسات نفسها نضغط هنا على التالي تأكد من نفس 2160 أوكي طبعا هذي ما تعلم على أي شيء تخلوها كلها خاضي بدأ علامات نضغط على التالي نختار مكان حفظه مقضع فيديو مثلا في التسكتوب حسميه شاو بدأ عالية أوكي وقل له السيف ثم الغد على إيش إنهاء راح تصبر ليد ما يخلص الحفظ راح وقف الفيديو وارجع لكم ورجعنا لكم قرب يخلص الحين أوكي خلص المقطع طبعا هذا هو اللي هذا اللي يحفظنا الحين وهذا الأصلي لو جينا قاررنا ما بين الأصلي واللي يحفظنا تول حين نوضع ككيمين نقول له غصائص الثاني شي نقول له هذا نفسه غصائص راح تحصف أن هنا الحجم عندك مختلف الحجم هنا 2 2.20 ميجا بايت هنا عندك 7.23 ميجا بايت يعني صار حجمه أكبر عرفتوا كيف الطفاصيل لو جيت هنا تشوف العرض الإدار والفعل الإدار يختلف عن هذا سم تشوفون العرض الإدار نفس اللي يحفظنا والفعل الإدار نفس اللي يحفظنا حين أوكي أتمنى المعلومة وصلت لكم طبعا ما أنصح الناس اللي بتسوي من هنا على اليوتيوب باشرة ترفع على اليوتيوب لأنه راح ينحفظ بنفس المقاس هذا يعني 720 طبعا هي موجود 720 راح ينحفظ بال720 بيكسل ما أنصحكم بالدخول على اليوتيوب من هنا تابعوا نفس الطريقة اللي شرحتها لكم وإن شاء الله راح يرفع معاكم مرضى بأعلى جودة في اليوتيوب اللي 4K أتمنى المعلومة وصلت لكم ودمتم في رعاية اللي حفظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة